أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيء والقرآن الحكيم إنك لمن المغسلين على صغات مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقال إلى الأذقال فهم نقمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنظرهم لا يؤمنون إنما تنظر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فمشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآسارهم وكل شيء أحصيناه في إيمان مبين وصل لهم مثلا أسحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليه مثلين فكذبوهما فعززنا بسالس فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليل قالوا طائركم معكم أإن يكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا بل لا يسألكم أجرا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فترني وإليه ترجعون أأتخل من دونه آلية إن يردني الرحمن إن يردني الرحمن بزر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقزون إني إذا لفي الظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعوا قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلموا بما أغفر لي ربي وجعلني من المقرمين وما أنزلنا على قومه من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حصرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرزط الميتة أحييناها وأخرجها منها حبا منا حبا فمنه يأكلون فجعلنا فيها جنات من نخيل من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزراج كلها مما تمت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نصلخ منه النهار فإذا هم مظلمين والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغينا أن تدرك القمر ولا الليل ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا زرزيتهم في الفلك المشهون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شعر نغرقهم فلا سريخ لهم ولا هم منقزون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفهم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرزين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعوا من لن يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيحة واحدة تأخذهم وهم يخصهم فلا يستطيعون توصية ولا أهلهم يرجعون ونفخا في السور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم يمسلون قالوا يا ضيلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيحة واحدة فإذا جميع لدينا محرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا يجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكه هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكية ولهم ما يدعو سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعاد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنعني وأنعبدوني هذا صغاة مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أفلن تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمصنا على أعين فاستبقوا الشغاة فاستبقوا الشغاة فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانته فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون ومن نعمله ننكسه في الخلق أفلا تعقلون وما علمناه الشغاة ما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينزر من كان حيا وحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوه ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشاغب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستفيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعرنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وظرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمي قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علي الذي جعل لكم من الشجر أخزر نارا نارا فإذا أنتم منه توقدوا أوليس الذي خلق السمافات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العلي إنما أمره إذا أراد شيئا شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء كل شيء وإليه ترجع صدق الله العزيز شكرا لكم